ينضم معنا في الستوديو الكاتب والأكاديمي الدكتور خليل الخليل أهلا بك دكتور خليل أهلا بكم أبدأ معك دكتور خليل يعني الخلية قتلت أحد عناصرها هل هذا يعكس الشك والخوف التي يعيشها الإرهابيون؟ بلا شك وله شكرا على استغلافت حياتي لقناتك المبقرة بلا شك ما ذكرته هو صحيح لكن اسمح لي قبل كل شيء أن أهن بلادنا بهذه الخبرات وبهذه القدرات لدى قوى الأمن ولدى رجال الأمن شكرا لهم جميعا وأنا أهن البلاد وهن خدم حرمنا الشريفين بأنه وضع ثقة في مكانها في رجالها الأقوية رجالها في قوى الأمن الذين تابعوا ويتابعون بإخلاص وبمهنية وبوطنية وبتدين وبإيمان تابعوا ويتابعون هذه الخلايا العنقودية هذه هؤلاء المجرمين هؤلاء المفسدين هؤلاء الذين الذين هم ظلوا وأظلوا وفسدوا وأفسدوا فكذلك وهن صاحب السؤون الملكي وزير الداخلية وولي العهد وزير الداخلية على أنه وثق في رجال وكانوا محل ثقة حقيقة سعداء لما كنت استمع اليوم إلى هذا البيان وإلى كذلك المؤتمر الصحفي وجدت بأن الخارطة واضحة جدا لدق والأمن هم متابعوهم نعم وتتذكر كنت في هذا المكان أنه نعلق قبل أشهر على نفس القضية على مقتل مجموعة طايع الصيعري وعلى قابل عتيبي وعلى خالد كذلك أحد القيادات المهمة والآن أحاط الأمن يعني اليوم البيان الجديد فيه هو الإحاطة والتكامل 46 من المجرمين تم القبض عليهم ومنهم 14 من غير السعوديين فهذه الإحاطة هذا المتابعة هي في الحقيقة رسالة طمأنينة أولا للوطن بأكمله رسالة تحذير لهؤلاء بأننا خلفكم وسنتابعكم ثم هي إضاحة أو هي بوضوح بأن قوى الأمن توضح بأن قوى الأمن تتابع وأنها قوية وصاندة متواجدة وجود مجرمين هذا أمر معتاد في الدول وفي كل دولة ليس هناك دولة بلا مجرمين حتى المخدرات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب يحاربونها من دمتها ويخسرون المليارات لكنهم موجود نحن كذلك في المبنى كالذلك أقول وأدعو في هذا المنبر إلى عدم القلق من مثل هذه القضايا هم موجودون المجرمون موجودون المفسدون موجودون الظلال موجود الظلال موجودون ولكن هناك الرجال هناك رجال خادم حرم الشريفين رجال قوى الأمن الرجال الذين اختارهم سموا ولي العهد يحفظه الله وأولئك الذين يعملوا ليلة نهار فتبين لنا بعد أشهر أن القضية ليست قضية واحدة وأن القضية ليست ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو منهم لا وإنما هناك أكثر من ستة واربعين الآن تم القبض عليهم ربما بعد أيضا سابيع يتم القبض على أمثالهم لأنه كل شخص أكيد خلف أشخاص آخرين فلذلك اليوم هذا البيان هو رسالة تطمين هو رسالة قوة هو رسالة توضح بأن المملكة ربية السعودية والله الحمد هي في حفظ الله أولا ثم في أيدي أمينة من رجال نعم نعم خلنا أعد الدكتور على السؤال التي سألتك إياها دكتور يعني كما كما سلفت أن الخليق قتلت أحد عناصرها هل هذا يعكس الشك أو الخوف لدى التي يعيشها للرهابيون يدل هذا كما ذكرت يدل على الشك والخوف ويدل على الثبار وعلى الخسار لهؤلاء وأنهم بدأوا يقتلون بعضهم يعني عندما المجرمون يبدأ ومعروف في علم الجريمة عندما يبدأ المجرمون يقتلون بعضهم فمع ذلك بأن هناك خلافات شديدة وهناك عدم وجود قيادة جيدة وهناك إذن هزيمة في داخلهم ولذلك هذا القتل وإن كان هو محزن من الناحية الإنسانية طبعا ومن ناحية الدينية جريمة تعتبر لكن عودتهم على مطيع الصيعري وسبق طبعا أن قتل الأخاه طايع الصيعري وكما معهم فعودتهم على زمين ثم قتله بهذا الأسلوب أن يقتلوه ينحروه ويقتل جزه رأسه ثم يضعوه في كيس ثم يدفنوه في منزل في الاستراحة ثم يأخذوه إلى مكان آخر فهذا بلا شك هذا يعني هو التوغل والتوحش والدليل على أن هؤلاء لا ينطلقون من دين ولا ينطلقون من تدين ولا من دعوة ولا من مصالح عامة إنما هم قتله وإنما هم مجرمون وما حدث منهم أم لزميلهم فهو كذلك بالمناسبة لو أنهم أصبح لهم قوة هذا المصير الذي سوف يتعامل مع الآخرين وننظر إلى داعش يعني داعش ماذا تعمل في سوريا وفي العراق وما تعمل في الأماكن الأخرى ماذا عملت داعش في الكرك في الأردن وماذا تعمل في أماكن أخرى في الدول الأخرى في فرنسا في ألمانيا يأتون ويدهسون الناس بالسيارات يعني تدهس الإنسان من المرة بالسيارات ماذا يعني ذلك يعني ذلك أنك قاتل وأنك من المجرمين وأنك من القتلى ولا يمت تلك للدين بصلاة فبالتالي هذه الأخلاقيات التي قاموا بها مع زميلهم مع أهميته فهي أخلاقياتهم هذا هو تدينهم هذا هو واقعهم ليس ذلك فحسب أخذوا يعني تصور أستاذ كريم بأنهم أخذوا إذن من خارج المملكة على قتله لكن أولئك يعني يرادوا يرحمون شوي فطلبوا بأن يضرب في رأسه بمسد الصامت هؤلاء أكثر إجرامة من أولئك قالوا لا ما يصير يعني دكتور خلنا ننحره حتى يعني يأخذون الأجر يعني فيه ربما أنهم يسمون بالله وهم ينحرونه يعني كما حدث من قبل في الجزائر كانوا ينحرون الأشخاص وإن كان هناك اختلاف لكن كانوا يقولون باسم الله وهو يقول أدعو لأخيكم الآن تعاد بأسلوب منظم أكثر من ما كان في الجزائر نعم أنت ذكرت أمثلة مهمة دكتور سوام في العراق أو في سوريا أو في الدول الأوروبية بماذا تفعل داعش ألواء بالسامة العاطية اليوم قال إن داعش يستطيع الظهور بأساليب عديدة هل المقصد كما ذكرت دكتور أو المقصد أيضا استثارة العواطف هم يريدون يرسل رسالة إلى الآخرين فيها تخويف وفيها أننا موجودون وإحنا أقوياء وأننا نحن نستطيع أن نفعل كذا وكذا وكذا يعني كما تفضلت هي مسألة إثارة إعلامية لكن أيضا هو تقوية نفسية لهم هم الآن في تضعض هم الآن في خسار ويحاربون في الرقة ويحاربون في الموصل ويحاربون في أماكن أخرى وبالتالي يريدون أن يعني نحن خسرنا مواقع لدينا مواقع أخرى لكن ما يفعلون في المملكة أبيل السعودية لم يعلموا بأن هذه ستكون مقبرتهم بإذن الله ولن يجديه ما فعلوا يعني ذهابهم إلى الحرم الشريف في المدينة في 19 رمضان الماضي ثم هذه الجرائم التي تأتي يذهبون إلى المستشفى يعني المسجد ماذا يكون في المسجد الناس يذهبون للطمأنينة وللسلام وللصلاة وللدعاء وللذكر وقراءة القرآن وللإحسان هؤلاء لا يريدون أحد أن يقوم بهذه الأمور يذهب الناس إلى المستشفى ماذا يفعلون يذهبون يرقصون ولا يذهبون ماذا يفعلون يذهبون إلى المستشفى من أجل أن يتداووا ويتشافوا هؤلاء لا يريدون أحد يذهب لمستشفى ولا يريدون أحد يذهب لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريدون أحد يذهب لحسينية ولا يريدون أحد يذهب لمسجد في ولا يريدون أيضا ولا يريدون لقوى الأمن لما ذهبوا إلى قوى الأمن يعني قوى الأمن الذين يدعون بأنهم كذا وكذا هم يصلون يذهبون ليفجروا فيه عذرا على المقاطعة دكتور لكن لماذا هذه العمليات الأخيرة التي ذكرتها ركزت على المساجد وعلى المستشفى وعلى الرجال الأمن لماذا بالذات؟ أظل لهم الله يعني فقديري أظل لهم الله جبت لجابة دكتور أظل لهم الله لأنه هذا عندما يرى الآخرون حتى الشباب بالمناسبة الذين ربما يغرر بهم لكن عندما يعرفون بأنهم قتلوا صاحبهم ذهبوا إلى مستشفى ذهبوا إلى مسجد رسول الله ذهبوا إلى مسجد قوى الأمن كما فعالوا سابقا ذهبوا إلى كذا وكذا المعابد الحقيقة أمور دائما تحترم حتى في الحروب المعابد أي أن كانت المساجد المعابد الكنائس المكتبات المتاحف أماكن العبادة عموما لا يتم قصفها حتى في الحروب طبعا أنا لا أتحدث عن حرب صدام الحسين ومليشيا حزب الله ومليشيا إيران أتحدث عن من يحاربون لأهداف من يحاربون بأخلاقيات هؤلاء ليس لديهم أخلاق فأظل لهم الله سبحانه وتعالى وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشفهم نعم كلامنا في السيديو الكاتب والأكاديمي الدكتور خليل الخليل شكرا جزيلا لك أشكركم كذلك شكرا جزيلا لك